اشتركوا في القناة وعنه وعن الصحابة الاجمعين والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا يا سلام اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا اللي رب هذا الجيل العظيم اللي رب أبي بك وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الاجمعين ربنا يرضى عنهم يا رب ويرضى عننا وعنكم ويجمعنا وإياكم مع صحبة النبي على الحوض لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا تعالوا ناردنا نتعايش مع سبب نزول آية من سورة البقرة الآية رقم 207 وهي قول المولى عز وجل ومن الناس من يشري يشري يعني يبيع عكس يشتري يشتري يعني يشتري أما يشري يعني يبيع ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد سبحان الملك شبقه هو بيشري بيبيع نفسه لله سبحانه وتعالى ورغم ذلك ربنا بيقول له مش انتبعت نفسك لي أنا رؤوف بك جدا وهتشوف أنا هكرمك إزاي ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد نزلت هذه الآية كما في الحديث الذي رواه مسلم نزلت في صهيب الرومي رضي الله عنه وعن صحابة أجمعين إلا حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد إيذاء المشركين بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان منه إلا أنه يعني أشار عليهم في البداية بالهجرة إلى الحبشة وحصل الهجرة الأولى ثم الهجرة الثانية وكان لها مناسبة مش عايزين نخشل تفصيلها ثم بعد ذلك اشتد الإيذاء أكتر من الأول فخشي النبي على أصحابه من أن يفتنوا في دينهم فأمرهم بالهجرة إلى المدينة المنورة ثم هاجر بعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر النبي على السلام كان صاحب الرومي تأخر فكان عايز يهاجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم فطبعا صاحب الرومي كان جاي من بلاد الروم وكان فقير جدا جدا وربنا أغناه من فضله سبحانه تعالى بدأ يبيعه ويشتيره ويبيعه ويشتيره الحد ما ربنا أكرمه بقى معه ثروة كبيرة فالمشركين كل همهم كان الفلوس والدنيا ودايما كده أهل الإيمان بأهمهم كله وإن ربنا سبحانه تعالى يجعل أوروبهم موصولة به وأهل الدنيا كل همهم الدرهم والدينار والشهرة والصيط والمنصب والجاة يعني سبحان الله كما قال الحسن من نافسك في دينك فنافسه ومن نافسك في دنياك فألقيها في نحري فالمشركين أولا ما عرفوا أن صاحب الرومي راح يهاجر من مكة للمدينة اختبأوا له عند مخرج مكة وقالوا له كلمات عجيبة جدا قالوا يا صاحب جئتنا صعلوكا واليوم بعد أن اغتنيت تريد أن تذهب بالمال كله وتذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم يعني شوف كل دماغه مشغولة بإيه مش مشغولة بأنه هيهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل شغلهم أن أنت هتأخذ الفلوس اللي عندك ديت وتروح بها إيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقال لهم صهيب والله إنكم لتعلمون أني من أرماكم أنتوا عارفين أن أنا أكتر واحد مشهور برماية السهام كان صهيب الرومي لو معاه ميت سهم كان لا يخطئ سهما واحدا كان مشهور جدا برماية السهام فقال لهم إيه فبتلك السهام التي معي بكل سهم أقتل رجلا منكم وما تبقى منكم أقتله بالسيف ولكن يعني إيه كأنه عايز لهم الطيب أحسن إيه رأيكم إذا دللتكم على مالي أنتوا فلوس مهمة بالنسبة لكم أنا ما يهمنيش الدنيا باللي فيها كل الدنيا دي ما تسويش عندي جاناح بعوضة كل اللي يهمني أن أنا ألقى النبي صلى الله عليه وسلم أن أنا أهاجر إلى النبي على السلام علشان ربنا يكرمني بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا دللتكم على مالي فاتركوني أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحد يحلف للتاني يقول له قال له قال له مش عارف تحفظ المسائل أن تحفظه أكثر من قال له للحرام يسرق قال جالك الفرج سبحان الله لأن في ناس النهاردة يعني طبعا إن شاء الله يكونوا قاللين يعني ربنا يا رب يتوب على الجماعة في ناس النهاردة ما يتوقرش ربنا سهل قوي قوي أن يطلع ويحلف بربنا ويقسم بالله كذب مع أن الموضوع الموضوع أخطر مما تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط بسندين صحيح بيقول أذن لي الحديث دليل ويتين أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلة شوف حاجة معامل إزا حاجة لا تخطر على قلب بشر رجلاه في الأرض السفلة وعلى قرنه عرش الرحمن رجليه بتشؤ السبع أرضين وجسمه بيشؤ السبع سماوات ومعدي صدرة المنتهى ومعدي الكرسي لحد ما وصل العرش الرحمن وعلى قرنه العرش يقول ذلك الملك الملك ده يعني أنا شافه لك ده أد الكرة الأرضية كم مرة ده ملك واحد عبد من عباد الله جند من جنود الله فيقول ذلك الملك وهو قد حنى جبهته يقول سبحانك ما أعظمك فربنا يرد عليه يقول له ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا خبر بيض يعني تخيل لما ملك بالضخمة ديت بيقول له رب سبحانك ما أعظمك فربنا بيرد عليه بيقول له شوف أنت بتوقرني إزاي وانت ملك شوف حاجة ما كعمل إزاي ما علم بتلك العظمة من حلف بي كاذبا صوصا في الأسواق التجارية سهل جدا جدا أنك تروح لواحد تقول له لو سمحت ديني كيلة طفاح يقول لك كيلة طفاح بعشرين جنيه تقول له طب مش بخمستاشر يقول لك والله العظيم واقف علي بتسعتاشر ايه تسعتاشر جنيه وخمسة سابقا عشان نحارب الغلاء كده ونكرم الغلاء بأخبان حضرتك سبحان الله أنا لما لقي بيع بيحلف بقول له لو سمحت ما تحلفش خذ اللي انت عايزه بس الله بيرد فيك ما تحلفش ليه انت مش بصدقني لا بصدقك الله بيرد فيك بس مش عايزين نجعل ربنا سبحانه وتعالى أرضتان لأيماننا الله يبيرد فيك بلاش الاضحاية دي بكام بيعشرين جنيه أنا عارف انها تسو عشر جنيه عندي استعداد ادفع فيها 30 جنيه بس محدش يحلب بربنا كذب هي دي المسألة شوف لما اتوقر ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ازاي سيدنا عيسى ابن مريم كما ثبت في الحديث الصحيح انه في يوم الايام رأى رجلا يسرق مش سمع عن واحد بيسرق شافه قدام عينيه خير حضركم انت ماشي جيب في الشارع فلقيت واحد بيحطي ايده في جيب التاني وبيطلع فلوس فبتقول له يا خبار ربا انت بتسرق فهلك والله العظيم ما سرقت فسيدنا عيسى من توقير ربنا قال له ايه قال له صدقتك وكذبت عيني انت ساذي مدون تحلفت بالله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف له بالله فاليرضى هتعمل ايه فيه انسان ما بيوقرش ربنا انت من توقيرك لربنا خلاص مدام حلفلك بالله خلاص انا مصدقك رغم ان انا من جواه عارف ان انت كذب ومن انت صادق بس خلاص انت حلفت بالله تحمل انت مسئولية حلفانك بالله سبحانه وتعالى وانا من توقيري لله سبحانه وتعالى لازم اسدقك لاني بوقر اسم ربنا سبحانه وتعالى فسيدنا صعيب قال لهم مالي في المكان الفلاني هم عارفين المصادق ولا يمكن يكذب ابدا سابوه مشوا خد بالك وراحوا لقوا المال في نفس المكان اللي هو اشار له مريه ساب فلوس كلها وراح حمال بيفكر لكن عنده ثقة في الله سبحانه وتعالى يا طرح اجيب الفلوس دي تاني ازاي او حتى مش لازم الفلوس كلها طب اصرف ازاي اروح يعني هرم نفسه على الناس كده وانا لسه النبي على السلام ما قال لهمش بقى حتة المؤخاء بين المهاجرين والانصار هم رايحين مش عارفين اللي يحسن لكن هم موافقين ان النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي من السماء وانهم لن يضيعوا ابدا ماداموا ينفذون امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فماش عمال بيفكر اعمل ايه اعمل ايه لكن انا عندي يقيم في الله وثقة في الله قبل ما يوصل صهيب المدينة المنورة كان جبريل عليه السلام سبقه سبحان الملك هو رايح من مكة للمدينة وجبريل نزل من فوق سبع سماوات نازل بكرآن يطلق الى يوم القيمة بالآيات الجميلة دي بالآية الجميلة دي بيقول للنبي صهيب صاحبك باع كل حاجة وضحب كل حاجة علشان يجي ويهاجر ويبقى معك يا رسول الله وانزل عليه هذه الآية التي تطلى الى يوم القيمة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوفهم بالعباد فسيدنا جبريل بيقول لسيدنا نمع السلام بيقول له صحبك صهيب ضحب حاجات كثيرة جدا وباع نفسه لله سبحانه وتعالى وربنا بيكرمه باننا انزل اقولك الآية دي نزلة في هذا الصحابي الجليل ومن كان على شاكلته فالنبي اول ما لأ صهيب جاي من مكة للمدينة والغبار على وشه تعبان جدا من طول المشوار هو ماشي لوحده فاول ما شافه اكراما ليه قام له النبي صلى الله عليه وسلم وهشه وشه في وجهه وقال ربح البيع ابا يحيى ربح البيع ابا يحيى ابا يحيى دي الكنية بتاعت صهيب الرومي الله ادي ايه حاجة جميلة او ان انت تبذل نفسك ومالك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى ومن اجل نصرة هذا الدين العظيم كل واحد سيحاسب يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم تبلس صرائر انا ممكن اتظاهر قدامك باننا بابذل الكثير والكثير من اجل هذا الدين لكن يوم الايامة ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم من الذي يبذل ومن الذي يظن الناس انه يبذل لذلك الانسان لاود أنه يخلص النية لله سبحانه وتعالى الحديث الذي روى مسلم ان النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولا الى اموالكم وانما ينظر الى قلوبكم وإلى اعمالكم اللهم صلى وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم البذل من اجل الدين ممكن يكون متاب وممكن يكون فيه مشقة على النفس خصوصا لو كان فيه انفاق او فيه جهاد في سبيل الله او فيه تعب وصهر وحاجات كده يعني سبحان الله طريق الدعوة طريق محفوف بالمكاره طريق مليان بالاشواك خال حضرتك من يوم تدخل الدعوة لابد ان انت تستزيد يوميا هتمارس دعوة ازاي كيف تمارس الدعوة وانت مثلا دراس تكتبين 13-20 واكتفت بهذا وخالص عمال بتدعو وتقول اطلع الشاشة ورزقوهم وخالص لا الواحد لازم يعتبر نفسه تلميذ انا كل درس لازم اقعد في بيتي واحضر واقعد في مكتبتي ويوميا واقعدي في مكتبتي والله ثم والله ما بيقلش عن من 15-18 ساعة يوميا في المكتبة من اجل تصنيف كتبي من اجل دروسي من اجل محاول لا اخرج الا لتصوير درس او لصير ترحم الى غير ذلك لا ليه بقى لا في العزومات ولا في الاعداد ولا في الصهرات ماليش في الحاجة الده خالص لاني اتمنى ان ربنا ما يكرمني واستفمر عمري صح ما ضيعش عمري لان اغلى حاجة عندي عمري فلوس اتضيع مش مشكلة اي حاجة عربيت اتضيع مش مشكلة اي حاجة اتضيع مش مشكلة وياما والواحد ياما ضعت منه اشياء وياما اتعامل فيه ياما تنصب عليه وياما مش مشكلة المهم محدش ينصب عليك في عمرك النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقوله كما عند البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ما قالش الفلوس والمنصب لان الفلوس والمنصب كله رايح وكله الى زوال وما تشغلش بالك بالكلام ده خالص لكن اهم حاجة العمر قال الصحة والفراغ ما كان يمكن يقول الفراغ بس ويسيبهم الصحة لأ ما هو انا لو عندي فراغ وما عنديش صحة ما انا مش عارف اعبد لبنا يعني انا لو ما فيش صحة هصلي قيامي ليل ازاي هقعد اطلب العلم واروح عشان اسجل وصور ودي درسي هنا ولا هنا ازاي ازاي هروح احج وانا ما عنديش صحة ازاي ان انا هصوم وما عنديش صحة ازاي هعمل مناسك الحج ومعنديش صحة يبقى قالك الصحة والفراغ دون نعمتين كبار قوي استثمرهم ولذلك قالك كما عند الحجم بس انا قد انت صحيح اغتنم اغتنم دي غنيمة والله بس انت مش راقب بالك اغتنم خمسا قبل خمسا كان من ضمنها شفاديه شبابك قبل هرامك وحياتك قبل موتك كان من ضمن الخمسة الحياة والعمر والشباب طب ليه ذكر الشباب وذكر العمر قالك ذكره الخاص بعد ذكر العام على خطورة شأن الخاص انت يوم القيامة هتسأل عن عمرك لا تزول القدم عبد ابن أند ربيح هتسأل عن اربع من عمره فيما افناه وعن شبابه فيما قبله رغم ان الشباب ده جزء من العمر ما هو العمر ده عبر عن ايه عبر عن طفولة وبعدين شباب وبعدين كهولة وبعدين شيخوخة واخد بالك طيب الشباب ده جزء من العمر قالك لا بس خد بالك بعد ما تتسئل عن العمر كله تقتل كده على بعضه بعد كده لازم تتسئل عن فترة الشباب لان هي فترة الشهوة والقوة استثمرتها في ايه في طاعت ربنا الله أكبر يبقى تكون من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظله إلا ظله خد بالك اوعى تفرح بشبابك بان انت تطغى افرح بشبابك بان انت تستثمر شبابك ده في كل خير يقربك من ربنا استمتع وايش حياتك وتفسح اوعى تفتكر انا عايزك تقفل عن نفسك اتفسح وانبسط وتمتع بحياتك لكن في نفس الوقت اوعى تنسى فرض ربك و اوعى تنسى فضل ربك سبحانه وتعالى استثمر شبابك في الخير اعمل حاجة كده فكر لمستقبلك فكر لنفع البلد فكر لنفع دينك فكر لنفع اخوانك و امك و ابوك و زوجتك و اولادك فكر في نفع جيرانك فكر في نفع اليتامة اللي حواليك اعود كده فكروا عشان ربنا يكريمك و يبقى ليك بصمة في الدنيا دي قبل ما تروح و كده كده كلنا مروحين والجميل فيك ان انت لما تستثمر عمرك ده الله اكبر عليك عمرك ما هتندم على اي لحظة لشان كده قالك اغتنم خمسا قبل خمسا فيه ناس كتيرة بذلت و فيه ناس كتيرة تعبت كان الامام احمد يقول له الى متى تطلب العلم يقول له مع المحبرة الى المقبرة مسألة متعبة جدا ان انت تحبس نفسك بين اربع جدران الليل و النهار عايش وسط الكتب عمال تقرأ عمال تعمل عمال درجة انك نفسها بتضعف و احيانا متأشف خالص بس انت سعيد و فرحان و اسعت حاجة في حياة المسلم انك يوم ما تنام تبقى نايم و انت مهدود حيلك وتعبان ابتغاء مرضات الله فيه غيرك بيتهدي حيله علشان خطر الدنيا فانت خلي حيلك يتهدي من اجل مرضات الله سبحانه وتعالى نكمل مع بعض اية و احكاية ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك رح نعيش بالولوغ مع كل نهاية نعرف المعنى و تيدينا الحكاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله و من الناس من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد هي الواحد احيانا بيحضر موضيع في حاجات معانا لكن بيجد نفسه بينصاق لموضوع اللي هو موضوع الساعة موضوع اخواننا في سوريا والبراء اللي هم فيه ربنا رب يعف عنهم يا رب ويفرج همهم ويحقن دماؤهم يا رب العالمين الآية ديت النهاردة جاية على الجرح انا بهديها لكل الثوار من اهل سوريا كل شباب الثورة في سوريا هذا الجيش الحر المحترم هذا الجيش الحر الابي هذا الجيش الذي يحارب اكبر طاغية عرفناه في العصر الحديث احنا كنا فاكرين ان فيه طاغوط ان مفيش طاغوط اكبر من من بتاعنا وبتاع تونس وتعاليبها ده طلعب الشر اسخم منهم كلهم طلع اسوأ واحد فيهم كلهم فبقول ان شاء الله ربنا يكرمكم وتذكروا هذه الآية دائما ومن الناس ما يشري نفسه انت ببيعوا نفسكم بس لله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموا لهم بأن لهم الجنة خلاص ربنا سبحانه وتعالى شوف من رحمته يعني ابن عباس بيقول كلمة حلوة او في تفسير الآية دي بيقول سبحان الله انفس هو خلقها ان شوف الآية بتقول ايه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم وهديهم قدامها ايه الجنة بيقول انا بشتري منك نفسك ومالك وهديك الجنة فابن عباس بيقول ايه سبحان الله انفس هو خلقها واموال هو رزقها ثم يأخذها منك ثم يأخذها منك ويعطيك الجنة ربح البيع والله يعني تخيل ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقك واعطاك المال وبيقولك انا خلقتك وديتك الفلوس اديني نفسك وديني فلوسك ديت وسماها فلوسك مع ان هي اصلا الرزق من عندي الله سبحانه وتعالى والنفس من عندي الله سبحانه وتعالى انت لا تملك من نفسك اي شيء سبحان الله ورغم ذلك بيقولك اخد منك نفسك ومالك وديك الجنة ولله المثل الاعلم تخيل حضرتك ولله المثل الاعلم ليس كمثلي شائع وسمع مصير بقول لحضرتك خد الالم ده مني هدية فبعد ما خدت مني الالم بعدها بساعتين قلت لك ايه رأيك تديني الالم اللي معك دوت وديك خمسة مليون دولار بتقول لي سبحان الله ده هو اصلا بتاعك اقول لك لا ما تشكلش بالك اديني الالم ده بقى وديك خمسة مليون دولار انسى المثل ده خالص ولله المثل الاعلى فلما ربنا يخلق الانسان دوت ويحفظه ويرعاه ويكلأه ويحميه سبحانه وتعالى ويرزقه ويدينه الفلوس ويهسع عليه وفي الاخر خالص بيقول له اديني بقى النفس اللي انا خلقتها ديت والديني المالي اللي انا رزقته لك دوت وهديك جنة عرضها السماوات والارض قال عنها جل وعلا كما في الصالحين اعددت العبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر شوف مؤمن اهل فرعون مؤمن اهل فرعون اذا كان ابن عم فرعون ورغم ذلك ربنا سبحانه وتعالى اكرمه بنعمة الايمان فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون خلاص مفيش انساب مش بقى فرعون هولده مؤمن اهل فرعون ده كان ابن عم مفيش حتى الاب والام والاولاد خلاص يوم يفروا المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه اللي عمله هيبطأه عند دخول الجنة لن يسرع به نسبه نسبك مش هينفعك مش تقول مثلا ده الحمد لله ده انا والدي يعني زي كانوا يعملوا كده في الصحيفة بتاعت القبالك ويقولك ده انا طلع النسب بتاعي راجع للحسين رضي الله عنه وارضاه او انا من جاء كل هذه الاشياء لا تنفع الانسان لا ينفعك الا عمرك الصلاة وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة من اهتدى فإنما يهتدي لنفسي ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر زرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله سبحانه الملك إذن لن ينفعك الا عملك الصالح إذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث خبالك او يتبع الميتة ثلاثة في الحديث الاخر هو ده اللي نقصده يتبع الميتة ثلاثة ماله واهله وعمله فارجع اثنان يرجع ماله واهله وابقى عمله لا ينفعك الا عملك الصالح هو ده اللي ينفعك محدش ينفعك ابدا الا عملك الا عملك الصالح عشان كده انت محتاج ان انت تتزود وتزوده فان خير الزاد التقوى ففرعون ابن عمه بقى كان مؤمن لما عارف ان فرعون عايز يقتل سيدنا موسى عليه السلام شوف ربنا بيقول لي في القرآن في سورة القصص وجاء رجل سمى رجل هي دي الرجولة وجاء رجل من اقصى المدينة مش جاء بقى يتمشى لا يسعى جاي بسرعة ليه عشان يلحق قبل ما يتقتل وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين حد فين يعرف الرجل ده اسمه ايه محدش يعرف ليه الكرآن بيعلمك ان انت تنسى حظ نفسك وتنسى حتة الشهرة وان انا لما اعمل حاجة لازم الناس تعرف من اللي اعملها ولازم باسم منشور ولازم باسم معروف اعمل الحاجة لله سبحانه وتعالى واش مهم يكون الناس عارفينك شوف الايات التانية في سورة يسين هذا الرجل هو مؤمن يسين خبالك طبعا يقال في بعض روايات اسمه حبيب النجار لكن لا يوجد اي رواية صحيحة تدل على صحة هذا الاسم حيث يقوله مجازا كده انه سامعنا انه حبيب النجار لكن محدش يعرف اسمه الحقيقي فعلا يعني فربنا سبحانه وتعالى ارسل الى قرية يقال انه انتقى ارسل لهم ثلاث رسل ارسل رسلين فكذبوه فعززهم بثالث برضو كذبوه الرجل جاي من اقصى المدينة عشان ايه علشان ينصر هؤلاء الرسل وينصر دينا المولى عز وجل سبحانه وتعالى وجاء من اقصى المدينة رجل برضو رجل يسعى قال يا قوم شو بقى عشي الله على الجمال الله على رقة الدعوة هم اصلا كفار والرجل دوت مؤمن ما قال لهمش قال يا كفر اتبوا المرسلين يا مشركين يا ناس اللي ملكوش لازمة ما قالش الكلام ده خالص دي مش دعوة دي مش دعوة دي ما قالش علاقة بالدعوة انما بكل ادب ما قال لهمش ايه ما قال لهمش كان ممكن لهم برضو اصيب مهذب يا اهل انطقية يا سادة القوم لا 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 اللي هم يا قوم بيقربهم لي وعايزوا لهم انت حتى مني بس ياريد تؤمنوا شوف الاسلوب الجميل وإلى عاد أخاهم هدى وإلى ثمود أخاهم صالح وهكذا أخاهم رغم انهم كفار فبيقول أخاهم اخوا في الانسانية خلو بلك لكن يذكرهم بالأخوة عشان بس يحببهم ويقربهم عشان يتبعهم خلو بلك قال يا قوم اتبع المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلها إي يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينكذون إني إذن لفي ضلال مبين لو عملت كده إني آمنت بربكم ركز معايا في اللفظ اللي جاي إني آمنت بربكم فاسمعون تحس الكلمة جاي وراح كده في الفضاء كده بعيدة جدا إني آمنت بربكم فاسمعون بعدها قطع إيه اللي حصل أتلوه قيل ادخل الجنة بعدما كان بيبذل لهم الدعوة في الدنيا بذل لهم الدعوة بعد موتي قال يا ريت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين النهاردة محتاجين إن إحنا فعلا نبذل كلنا محتاجين نبذل بالدعاء بالمال باللي يقدر ربنا يكرمه ويقدر يروح يساند إخواني في سوريا يروح باللي يقدر يعمل أي حاجة يقدم لهؤلاء المساكين إن فعلا الناس تحبت سنة ونص ذبح وقتل واغتصاب وتشريد مين في الدنيا يتحمل كده يا جماعة أنا مش متخايد إن في إنسان في الدنيا ممكن يتحمل اللي هم تحملهم أهل ليبيا تحملوا كثير والكثير لكن الحمد لله الثورة عندهم لم تستغرق إلا بدعة أشهر وخلاص وانتهت الثورة في مصر يا دبك يعني ما فيش كم يوم خبالك من يوم 25 إلى 11 والموضوع الحمد لله انتهى في اليمن استمرت كم شهر وخلصت إن ما دول بقى لهم سنة ونصف النهاردة في ذبح وتشريد ويعني وانتهاكات أعراض وأشياء لا تخطر على قلب بشر هذا الرجل المجرم فعلا يعني كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن ومده إن شاء الله ربنا يأخذه أخذ عزيزا مقتدر النبي صلى الله عليه وسلم يقوله كما في الصحيحين إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلطه هفكركم ونبولكم ما وانا في القناة هفكركم بعد فترة قصيرة جدا وقريبة جدا إن شاء الله كيف ستكون نهاية بشار وأعوانه والله العظيم ربنا هيسلك صدركم وهيفرحكم فرحة لا تختل على قلب بشر في بشار هذا هتشوفوا في يوم فعلا ليس كمثله يوم إن شاء الله إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلطه وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الرب العلي وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الكرة وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد أسأل الله عز وجل أن ينصرهم يا رب العالمين اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين اللهم إن أهل سوريا جوع فاطعمهم حفاتوا فحملهم وعراتوا فاكسهم مغلوبون فانتصر لهم اللهم داو مرضاهم وتقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم اللهم ما جعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ألف بين قلوب المصريين اللهم ألف بين قلوب المصريين يا رب العالمين وأعنا على أن نأخذ بأيد المصريين إلى كل خير واجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم بحبكم في الله وإن شاء الله أنا ألتقي يوم السبت بكر أجازة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا عيش بالولوك مع كلنا لما نقرأ في كتاب